اعلن عدد من النواب الذين صدرت بحقهم احكام بالحبس بقضية اقتحام مجلس الامة في الكويت العام 2011 توجههم لتسليم انفسهم وكانت محكمة الاستناف قد اصدرت احكاما متفاوتة بالسجن تصل الى تسع سنوات على ثلاثة نواب حاليين وستة نواب سابقين بتهم مختلفة في سابقة في الحياة السياسية الكويتية بعد ست سنوات من اقتحام مجلس الامة الغت محكمة الاستناف حكم البراء الصادر من محكمة الجنايات واصدرت حكما بحق ثمانية نواب ثلاثة منهم حاليون اضافة الى عشرات من المشاركين معهم الاحكام تفاوتت بين الحبس من عام الى تسعة اعوام بعد ايدانتهم بتهم مختلفة من بينها دخول عقال الغير بهدف ارتكاب جريمة والاشتراك في تجمع داخل المجلس وتهمة التجمهر والاعتداء على رجال الشرطة والدعوة الى التظاهر وقد حدث اقتحام المجلس ابان اوج الصدام بين الحكومة والمعارضة عام 2011 فيما عادت اطياف من المعارضة للمجلس الحالي بهدف الاصلاح من الداخل كما تقول لتجد نفسها اقلية في شد وجذب مع الحكومة حول قضايا رئيسية وتفاوتت الاراء في الشارع الكويتي حول الحكم الآن ظهر الحق والآن سيدفعون ثمنهم أنا اعتقد ان ما بعد اليوم يختلف عن الامس سلوكا شعورا تشذيبا لهذا السلوك الصبياني المتهور الآن سيضع لحد هذه دولة قانون وهذا البلد محكوم وله كبير يحكمه البعض قاعد تشمت عن الاحكام الصادرة بحقهم هذه الصفة ليست من صفات مرجلة ان تشمتون على سواء زملاء لكم او مواطنين صدر حكم اول درجة بالبراءة وثاني درجة بالادانة في حكم التمييز ويفترض على المحامين يقدمون على وجه للسعجال طلب واقف النفاذ ويبقى تأثير وحكام الحبس على الوضع السياسي الكويتي في ساحة الجدل البعض طبعا بكل تأكيد سيفسروا تفسير سياسي وان السلطة تضغط وما الى ذلك لكن الواقع ان هذه الفقاعة التي كانت وقتها في الربيع العربي انتهت ولم يعد للربيع لما يسمى بربيع عربي اي تأثير لذلك قد يتكسب البعض منها لكنها مسألة قانونية بحتة صرفة ليس لها علاقة بالواقع السياسي لكن ربما تؤثر عليه محامو المداني الذين اعرب بعضهم عن تفاجئه بشدة الاحكام اكدوا انهم سيطعنون بها فورا نفاجئنا بان حجزة الدعوة او القضية للحكم دون ان يتقدم اي من المتهمين بالدفاع احنا امام حالة قريبة وصعبة في هذا المجال هناك حكم صادر نهائي وهناك حصانة برلمانية ولكن الاحكام بالتالي يجب ان تنفذ وبينما يبارك منافس المعارضين الحكم فقد تصاعدت الدعوات لنواب المعارضة لكي يكون اصدار قانون بالعفو العام اهم اولوياتهم وضع سياسي يزداد ضبابية احكام بالحبس على نواب سابقين وحاليين وحكومة في انتظار التشكيل وسباق للطعن في احكام الحبس مع دعوات لعفو عام والكل في انتظار مواقف اطراف العمل السياسي الكويتي سعد العنزي سكانيوز عربية الكويت معنا من الكويت الاكاديمي والباحث السياسي عبدالواحد الحلفان اهلا بك سيد عبدالواحد معنا في سكانيوز عربية كيف استقبل الشارع الكويتي السياسي تحديدا هذا الحكم الذي يمثل سابق من حيث العدد وإصدار الاحكام بحق نواب حاليين وليس سابقين فقط سيد عبدالواحد نعم مساء الخير الحقيقة اليوم كان هناك جدل سياسي كبير في الكويت حول هذه الاحكام التي صدرت اليوم وهي من اعتبر بعض السياسيين في الكويت اعتبر هذه الاحكام قاسية وبعضها يعني برر هذه الاحكام بأن هذه احكام قانونية تخضع للبحث القانوني أي أن كان هذا الجدل السياسي الآن في الكويت ولكن هي احكام الآن قضائية ثابتة نهائية طبعا ليست نهائية على درجات التقاضي هناك أيضا تنتظر محكمة التمييز كما أشار بعض المحامين لبعض المدانون أنهم سوف يتوجهون غدا إلى محكمة التمييز لطعن على هذه الاحكام التي صدرت اليوم من محكمة الاستئناف هناك أيضا سوف يستمر الجدل القانوني ولكن نعم أتفق في سؤالك بأنها السابقة للمرة الأولى أن تصدر احكام لمجموعة كبيرة أعداد كبيرة ومنهم نواب حاليون ومنهم نواب سابقون والآن أيضا سوف يكثر الجدل السياسي أيضا حول وجود عضويتهم في مجلس الأمة يعني خلال هناك الآن حكومة مستقيلة تصرف التصريف العاجل من الأمور وليست هناك حكومة فعلية حكومة مستقيلة إذن ليست هناك حكومة قائمة بحد ذاتها الآن أضف إلى ذلك هذه الأحكام مجلس الأمة أيضا هو معطل حاليا بحكم أن الحكومة مستقيلة إذن هناك ضبابية كاملة وغموض كامل في الموقف السياسي بين السلطات الثلاثة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية هناك جدل قانوني هناك طعن في محكمة تميز غدا هناك مجلس الأمة الآن ليست هناك أي جلسات الآن حاليا هناك كلام في الكويت يدور بأن عدد من النواب أيضا في مجلس الأمة سوف يقدمون استقالاتهم هذا كلام يدور في الشارع الكويتي يقدمون استقالاتهم وتضامنا مع النواب الحاليين إذا زاد العدد إلى عدد كبير هذا يعني حل مجلس الأمة إذن هناك غموض كامل في الموقف المشهد السياسي مرة أخرى في الكويت والأمور غير واضحة إلى أين تتجه البوصلة السياسية الحربش والطبطباء يعلنوا قبولهم بالأحكام وتسليم أنفسهم سيد عبد الواحد هل كان هذا الموقف متوقع منهما خاصة وأن لديهم الحصانة الممنوحة من مجلس الأمة نعم طبعا هم ثلاث نواب حاليين في مجلس الأمة سيد محمد المطير وخارج الكويت في الولايات المتحدة في العلاج مع والدته يبقى نائبان الآخران ذكرتهم دكتور جمعان الحربش ودكتور وليد الطبطباء طبعا هم قدموا وسلموا نفسهم لأن هذه أحكام نهائية واجبة التنفيذ أيضا هناك جدل هل أنهم تحت الحصانة ولكن الأحكام تلغي الحصانة ويعخذون إلى السجن لتطبيق الأحكام أو تنفيذ الأحكام أنا قلت لك هي مجموعة من التساؤلات القانونية السريعة التي تدور خلال الساعات الماضية في الكويت ولكن شيء من الواضح أنه حسب محكمة التمييز لا تنظر المحكمة إلى وقف لأنه قدن صباحا سوف يتقدم بعض المخاملون لهؤلاء المتهمون أو المدانون بتقديم وقف تنفيذ حكم محكمة الاستئنام وحتى يتحقق هذا الشيء لقاضي التمييز يجب أن يكون المدان موجودا في المحكمة في أثناء تقديم هذا الطلب ولذلك ليلة لما سيد جمعان الحروش وسيد وليط طبايد عشان قدن يقفون أمام قاضي محكمة التمييز للنظر في الدعوة إلى إيقاف حكم تنفيذ طيب يعني في رأيك هي محكمة التمييز هي أعلى درجة في سلم القضاء في الكويت ما المتوقع من هذه الفرصة كما أشرت للنواب ما المتوقع منها في رأيك غدا والله من الصعب لا يستطيع أحد أي كان يتكهن سواء كان قانوني أو سياسي هي محكمة سوف تنظر بكل أركان القضية من الناحية القانونية هل تقبل الطعن؟ هل تقبل طلب إيقاف تنفيذ الحكم؟ هذه كلها تخضع إلى محكمة التمييز غدا لا أعتقد أن هناك أحد يستطيع أن يتكهن ماذا يجري غدا في محكمة التمييز عموما هي تطورات سياسية لافتة في الكويت في ظل مجموعة الأحداث التي سبقت في الأيام الماضية منها استقالة الحكومة بعد الاستجواب منها تعطيل البرلمان إذن هي كلها محصلة سياسية متشنجة وغموض كامل في الموقف السياسي والمشهد السياسي في الكويت هذا الغموض وهذا التعقيد الآن حكومة استقالت لم تشكل دعوات أيضا من أعلى السلطة سيد عبد الواحد لعدم التأزيم ما حدث الآن من أحكام إلى أي درجة أيضا يؤثر على المشهد ويزيد المشهد الكويتي تعقيدا بالتأكيد كل حدث سياسي سوف يزيد هل سوف يقبل المجلس الأمة على افتراض أن غدا محكمة التمييز سوف ترفض طلب تنفيذ يعني إيقاف تنفيذ الأحكام سوف يكون النائب وليد طبطبائي والنائب جمعان حربش في السجن تطبيقا للأحكام إذن هل يخلو مقعدهما والمقعد الثالث النائب محمد النطير وتكون انتخابات تكميلية أيضا هذا السؤال الآن يجري في الكويت هل ستكون هناك استقالات أخرى من نواب آخرين تضامنا ويكبر العدد هل أن وجودهم في مجلس الأمة سوف يصوت عليه في جلسة ربما في جلسة 12 ديسمبر عندما تتشكل الحكومة ويجري التصويت على النواب سوف يخلو مقعدهما أسئلة كثيرة أي الاحتمالات تراها الأقرب لا أقول أنه ربما يحدث ذلك لكن أي الاحتمالات في رأيك من خلال متابعتك سيد عبد الواحد تراها الأقرب الاحتمال أكبر احتمال وارد أن هناك سوف يجري تطبيق الأحكام أحكام حكمة الاستئناف اليوم وربما يخلو مقاعد النواب تلغى عضويتهم من مجلس الأمة ربما وسوف تكون هناك انتخابات تكميلية عندما يخلو عضو من مجلس الأمة بحكم القانون والدستور الكويتي تجرى هناك تكون دعوة هناك لإجراء انتخابات تكميلية ربما تكون هناك انتخابات تكميلية لشغل هذه المناصب للعضوية مجلس الأمة أسئلة كثيرة هو الأقرب ربما يكون هذا السيناريو ولكن لا أستطيع أن أتكهن به أو أجزم به ولكن نستطيع أن نجزم بأن المشهد السياسي في الكويت الآن يمر في مرحلة أخرى مراحل يعني معقدة أو صعبة وغموض في المشهد السياسي والتباينات وخصوصا في ظل الظروف السياسية الإقليمية التي يعني ما كنا نتمنى أن تكون هذه الأجواء السياسية والكويت ملبدة بالغيوم ولكن هي فعلا هذه الأحكام اليوم فرضت واقعا سياسيا جديدا في الكويت تطبيقا للقانون فرص عدم التأزيم ويعني كما أشرت الأحكام ربما تضيف مشهد آخر جديد معقد على المشهد الكويتي بشكل عام فرص عدم التأزيم ما المخارج الأفضل للساحة السياسية ككل سيد عبد الواحد باختصار باختصار أن تكون هناك حكومة مشكلة تخرج الحكومة الجديدة الفعلية الحكومة مستقيلة منذ أكثر من تقريبا ثلاث سابيع الآن أن يرجع البرلمان البرلمان معطل الحكومة مستقيلة تكون هناك حكومة جديدة تكنقرات حكومة قوية تستطيع مواجهة التحديات يرجع البرلمان إلى أداء عمله البرلماني في التشريع والمراقبة والتشريع يعني تتحرك العجل السياسي بالكويت وينظر في باقي القضايا لأن هذه أهم قضيتين الآن استقالة الحكومة وتعطل البرلمان ومن ثم ما حدث اليوم من أحكام هي أحكام قضائية لا نستطيع أن نتكلم عنها شيء إنما يجب أن تنفذ الأحكام ولكن هناك آليات قانونية ربما يلجأ إليها المدانون أيا كانت نريد تحريك العجل السياسي بالكويت لأن الوضع السياسي الآن فعلا يزداد غموضا ويزداد جمودا إذا جاز لي التعبير في ظل تعطل البرلمان واستقالة الحكومة وليست هناك وضوح في الرؤية السياسية إلى أن تتجه البوصل السياسي كما أشرت البوصل السياسي في الكويت أشكرك عبدالواحد الخلفان الأكاديمي الباحث السياسي كنت معنا من الكويت